السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكا حبيبي عمني يا رب كونه بخير. اللهم صلي وسهل ومبارك على سيدنا محمد. نعرض ان شاء الله نعمل مع بعض الحنة الطبيعية. بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا جبت النوع ده اللي اسمها الكابتن. انا جبتها اللون اللي هو المسفر ده. سبب انتم شايفين ده. مش مش اللي هو البني. لا البني. ده المعتبر المسفر يعني كيستنين. فانجربة ده وقت مع بعض. يعني نبدأ نقول باسم الله. ملعبوة هيا فيها الكيس. فيها برضو نون الأحمر وفيها نون البني وفيها نون الأسود. ده اللي اللي انا جابيه لو تستنينيه. يلا نبدأ دلوقتي مع بعض. كيستنين جرام. حطي بقع الحسم كمينة شعري. حطي دلوقتي اهو طبعا دلوقتي. انت كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. نزود كمان شوية. انت كده ستة. نحط عليها ميا مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده كده. ونعجل. للشكل ده كده. لازم ميا مغلية. انتوا عارفيني الحين اللي هي فوياتها طبعا جميلة للشعر. واحسن السبغات اللي هي البرة دي. بتضر الشعر. لكن كده ايه? الشكل ده كده. لغاية ما تديني ايه الشكل كده العجيني. نحط كده عجلناه بالماء المغلية بس ايه زي انتوا شايفين. شايفين القوم. وده قوم اللي احنا عايزينه. ننزل دلوقتي عليها الملقتين زبادي. بالشكل ده كده. ادي واحدة. ادي التانية. هنحط عليه شوية خل تثبيت اللون. او ممكن نفس اللمونة. عندي جوس ده وانا حطي عندي خلي حطي. بالشكل ده كده. عشان بس يثبت اللون. بالشكل ده كده. نقلب بقى الزبادي بالخلي كده ما هي تخلي صغيرة. بالشكل ده. لازم تحطيها على شعر ونضيف وجايف. منفعش الشعر يكون فيه زيوت او كريم وتحط عليه. غلط. الحن دي بقى ايه بتنطف فروط الراس. لو فيها اي الكباتة او اي حاجة. وبتنعم الشعر. بتديل لون طحفة. لون طبيعي طحفة. احسن من السرغات اللي هي ايه برا في السجدالية. فاش اا امونيا وانا فيها اي حاجة طبيعية كلها. زي ما انتو شايفين ده. شايفين القايم? يلا عملي السبغة يلا وتضلعها نفس كده قبل العيد. كل سنة وانتو قريبين. شايفين? هو ده القاون احنا عايزين. اه. تحطي بقى كمية في حنة عن حسب ايه طول شعرك. اه. بالشكل ده كده. هنسيبها دلوقتي تخمر. هنبطي عليها بالسريت شراب. وانا سيبها تخمر لمدة ساعة. يا رب اكون افتوكوا يا رب العالمين. منسوش تحط الفيديو لايك وشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.